الدراما الاجتماعية عندي فاتن أمل حربي ما زالت تريده حلاً وبتفكرني جداً بفيلم سيدة فاتن حمامة أريده حلاً وهل هتنجح فعلاً بأنها يعني تلفت الانتباه ليه تعديل في قانون الأحوال الشخصية؟ مؤكد مؤكد وكل اللي بنشوفه ده من ضربات بيأخدها المسلسل من عدة جهات ومحامي يمكن معدي كده برضو رافع دعا واحد كل ده بنشوفه ولكن بيؤكد على أن في النهاية حتى لو درامياً انتهت أنها الدعوة زي ما فاتن حمامة في أريده حلاً اللي هي كانت إيه؟ أنها رفضت الدعوة حتى لو خسرت أمام القضاء لكنها أمام محكمة الشعب كثبت أنها هتحرك شيء مؤكد كبير جزيرة غمام سريعاً؟ أيقونة رمضان أيقونة رمضان يا إبداع شديد عبد الرحيم كمال وحسين المنباوي وإسلام عبد السميع والعمل موسيقى اسمه مؤنس هو الهاية عايز حديث لوحده وعلي الحجار في المقدمة ده عايز نوعنا نتكلم عليه في العيد أنا وإنتا ده صحيح هل نجح محمد رمضان هذا العام؟ لا كان عنده مشاكل كان عنده مشاكل مشاكل بينه كنجم وبين مخرج عبقري زي يسين ما قدروش الاتنين ما قدروش يوصلوا لمرحلة متوسطة ففي حاجة على الشاشة مين نجمة رمضان؟ من طارق الشناوي يقول هذه هي نجمة رمضان بالنسبة لي؟ نلي نلي وأمينة خليل نلي وأمينة خليل مين نجم رمضان؟ أو عشان الرجال عاملين أكتر من دور رجالة كتير حقيقة بس مش طلع على الاختيار طارق وعندك طلع على الاختيار طارق وإحمد أمين طارق وإحمد أمين وشريف سلامة شريف سلامة طبعا كان مبهج جدا من نجوم الوجوه الجديدة الصغيرة؟ رحمة أحمد رحمة أحمد الكبير وطارق قصد نور خالد النبوي من المخرج اللي فاجئنا؟ هي المفاجأة كانت عكسية أنا كنت مستني مفاجأة إيجابية آه فكانت عكسية أنا فهمتها نحتاج أن نتكلم عليها بعدين إن لما المفاجأة كان أحمد الجندي في ميكي في الكبير قوي مفاجأة لأنه هو اشتغل كمخرج بجد عمل كوميدي هل شفت مصر جميلة في دراما ربدا؟ وعندك سلم نباوي سلم نباوي طبعا لك زيارة غمامة عايزة حديث لقوة دعا هل شفت مصر جميلة في دراما هذا العام؟ شفتها جميلة أنا شفت مصر عنوان دراما 22-22 تختم إيه؟ تقول إيه العنوان اللي أختم بيه؟ عودة الجمال عودة الجمال عودة الجمال الناقد الفني طريق السناوي إحنا لسه محتاجين حديث كتير تكون معانا بإذن الله في التساعة بشكرك شكرا جلس ميلا كل سنة وإنت طيب